شلون تعرف سيارتك كم محصان بيها استامعني بجهاز الداينو هذا الجهاز يحسب القوة والعزم وهذه الشغلات مال السيارة ويتكون من عدة براميل دوارة يعني مثل بولبران أي فيجيبون السيارة ويوقفونها على الداينو ويخلون تايراتها على البراميل ويربطونها بحبال ويدوسون بالسيارة وراء ما تخلص الدوسة يروحون للشاشة اللي تعرض لهم الأرقام مال السيارة ويعرفون قوتها وعزمها طبعا هذه البراميل يكون مربوط بها رأس توليد صغير مربوط بالشاشة مال الداينو شغلت يحول حركة تاير السيارة إلى كهرباء وبعدها تدخل الكهرباء بعمليات حسابية حتى يحولونها القوة وعزم ويعرضون لكياها على الشاشة طبعا هذه الملعون الداينو هم بها نوع الشاسي داينو والهاب داينو وهذا من الشسمة بس هم داينو النوع الأول يكون متصل مع الاطارات ليش مرة تنشوف فلد قاعدين بالصندوق أثناء الدوسة لأن ذا سيارة قوية ممكن من الدوس تقوم تفحط على الداينو والتفحيط عبارة عن قوة ضائعة ما راح يقرأها الداينو فما راح تبرمجها صح أما النوع الثاني الهاب داينو يكون مربوط بمكان اللويالة يعني ما كواهي قدرة تفحيط بالموضوع هذي استعملونه للسيارات القوية 2000 احصان 3000 احصان هيتشي أما النوع الثالث يكون مربوط بالمحرك مباشرة يعني يحسب القوة مال المحرك بس ومن أهم استعمارات الداينو هي برمجة السيارات المزودة على أساس الأرقام اللي قراها الداينو مرة تفكر أصعد على الداينو أقول ماركل هتجوف نفسي تشم حصان هما كواهي تفكر هيتش